بعيش الولد يا ترى لسه صغير كتير اللي عم يخلقوا عمرون ستة شهور عم بعيشوا ستي بكرة بيحطوا بالحاضنة دغري إذا الله كاتب له إنه يعيش رح يعيش مرت عمي إنتي لا تشغلي بالك إم تبقى تقوم بالسلامة وأحمل هالولد بين إيدي وشوفو الشوت صدق الله العظيم أهلا وسهلا أبني راحوا كل ضيوفك؟ راحوا أمي راح منيح كيفك يا زهرة؟ خبروني إنك منيحة بس حبيت إجي وشوف بعيوني لكن شو جبت لك؟ بعرف إنك بتقري بسرعة أول ما تخلصي بجب لك غيره يسلموا عم معزة؟ بس نسافر على الصنبول راح نبدأ حياة جديدة نحنا انتنتين نحنا لثلاثين منيح إنك معنا بحس بالأمان لما تكون أنت موجود يا ريت تتعودوا على وجودي من هلأ لأنه أنا راح كون محكون دائماً موسيقى 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 حطي هاد عليكي ستي لورين ياريت تفوت تستنيون جوا الطاقس بارد كتير هون هون منيح العوى اللي نضيت بيريحني كتير ابني رجع على بيته ألف الحمد لله وبكرة بيجي حفيد ابني جمال على هالبيت وبحطه بحضني كمان إن شاء الله بيجي وبتحطي بحطنيك لكي شكله مل من القعدة ببطن أمه ومستعجل بده يطلع هالأزعار والله شكله طالق إلي بيحب كل شيء يصير بسرعة أهلين طمنوني أهلين ستي كيف صار تكندنا؟ كيف رح تكون مرتعمة الدكتورة عم تحاول قد ما بتقدر تأخر ولادتها لايكبر الولد شوي وتتوسع الريقتين لا تاكلوهم زهرة والولد بيدين أمينة أصلا زينب جنبهم دائما اه تأخر الوقت و لازم أمشي طيب بدك تمشي بدون ما تشوف عمك يا ابني مرتعمة عمي أعزت تعبان كتير خلي يروح بعدان بيجي و بيشوفه وصل وصار بنص البيت وبدك يمشي قبل ما يشوف عمه ويبوس ايده شو رح يموت من التعب ابنك؟ غانم متل أبوهن دمرد هو رباهن وهو اللي دار باله عليهم بس مرتعمة عمي ست لورين كلامة مضبوط رح فوت شوف عمي واتطمان علي قبل ما أمشي شوفي مؤكلت من إيدان إمك؟ مستصعب أنك تأكل من إيدي؟ شوفي مرتفع